ما هي امبراطورية الوعد الصادق؟ من صاحبها الحقيقي؟ ما هي طبيعة نشاطاتها؟ وما هو مصدر أموالها؟ أسئلة باتت تطرح كثيرا منذ أن خرج هذا الاسم إلى العلن وأصبح أشهر من نار على علم شهرة تخطت كل الحدود لدرجة بات فيها هذا السوق محجا لآلاف الجزائريين أين يعرض سيارة بأسعار خيالية وتسهيلات مغرية لدرجة تثير الشبهة؟ فمن هو صالح مولاي؟ ومن يقف خلفه؟ البلاد نيوز قررت أن تحقق في الموضوع لتكشف النقاب عن صاحب الوعد الصادق قصدنا مدينة سورة الغزلان للتعرف عن قرب على هذه الظاهرة التي أثيرت حولها الكثير من الأقاويد والشائعات عند وصولنا إلى مدينة سورة الغزلان بولاية البويرة قصدنا هذا السوق صباحا قابلنا أحد المسؤولين عن الأمن لكنه رفض إدخالنا للتصوير بحجة غياب صاحب المكان ما لاحظناه لأول وهلة كان التوتر الكبير بين الزبائن وبين أصحاب السوق الذين حاولوا منعنا من تصوير احتجاجات الدائنين أمام الباب طلبون بالعودة مرة أخرى متحججين باستلام دفعات جديدة من السيارات تم توقيع اتفاقية بيعها رفقة مرسيدس ورونو وزوتي أحد المسؤولين هناك أكد لنا بأن صالح مولاي متوارن عن الأنظار بأحدى الفندق الفاخرة بالعاصمة وذلك بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل الدائنين الذين يرون بأنه استعمل أموالهم لإنشاء مجمع سكني ضخم يضم ما يقارب الثلاث ألاف وحدة سكنية ليتجنب طلب القروض من البنوك وحسب مصادر مقربة منه رفضة الكشف عن هويتها وصلت ديون الرجل إلى ما يقارب الثلاث ألاف مليار سنتيم لم يتم تزديدها إلى حد الساعة عند استقصائنا للمعلومات من سكان المنطقة استطعنا التوصل إلى صاحب الأرض التي ينشئ عليها الرجل مشروعه والذي أفاد أنه قام ببيعها لصاحب الوعد الصادق بمبلغ يقارب المائتين والثلاثين مليار سنتيم يستلم منها شهريا مبلغ عشر مليار على الرغم من عدم حصوله على عقد الملكية وحيازته لرخصة بناء باسم صاحب الأرض الشعبية الكبيرة تلك التي يتمتع بها صالح مولاي جعلتنا نحاول مغرفة المزيد عن هوية صاحب أكبر سوق للسيارات في الجزائر قصدنا حي بن قرطبي الذي عاش فيه صالح مولاي صاحب السبعة والأربعين عاما لأكثر من إحدى عشر سنة حاولنا التحدث إلى جيرانه الذين أكدوا في شهادتهم أن هذا الرجل لا طالما تمتع بصمعة طيبة وسط أهالي الحي أين عرف بتدينه الكبير حيث كشف أحد القاطنين بالحي أنه تعامل مع الرجل من خلال مهنته السابقة كموزع لمنتج علامة المعجنات السيم ليتحول فجأة وفي لمح البصر إلى صاحب أكبر سوق للسيارات بالمنطقة كما أفاد محدثنا أن ما يجري في سورة الغزلان قد يكون محاولة من صالح مولاي لتبيض مليارات تحصل عليها من قبل جهات غير معروفة وبين هذا وذاك ومع استمر للغموض لا تزال هذه الإمبراطورية التي يرفض صاحبها مقابلة الصحفة أو توضيح ما يحصل يبقى الأمر اليقين هو أنها قد بدأت بالانهيار فعلا ترجمة نانسي قنقر